تواجد الآن في هذه المنطقة التي تقع خلف السفارة التركية هنا في العاصمة بغداد هذا الشارع كان مفتوح لغاية يوم أمس لكن أغلق كما تشاهدون بالحواجز الكونكريتية من أجل منع المواطنين وكذلك حتى المتظاهرين من الوصول إلى السفارة التركية لسيما بعد موجة الغضب التي اشتاحت مختلف المحافظات العراقية وترجمت يوم أمس بالتحشيد من أجل الخروج بتظاهرة موحدة أمام السفارة التركية هنا في العاصمة بغداد لكن القوات الأمنية وصلتها معلومات تفيد بوجود بعض الجهات التي تحاول أن تتغلغل داخل المتظاهرين وبينها المتظاهرين من أجل إحراق السفارة التركية وكذلك إحراق العلم التركي هذا ما جعل القوات الأمنية تمنع وصول المتظاهرين إلى المناطق القريبة من السفارة التركية وكذلك تفرض طوقا أمنيا بالمناطق المحيطة بالسفارة وكذلك انتشار مكثف للقوات الأمنية وحتى منع لوسائل الإعلام من الوصول إلى هذه المنطقة نحن نتحدث معكم الآن ونحن بعيدين عن أنظار القوات الأمنية لأنهم لا يسمحون بالتصوير بالقرب من السفارة التركية التي نقف نحن وهذا الجانب الخلفي من السفارة التظاهر الشعبية التي كان يفترض أن تنطلق اليوم كانت تود أن تصل رسالة إلى الجميع بأن الموقف الشعبي ما يزال رافض للانتهاكات للنظام التركي المتواصل باستباحته للسيادة العراقية الجميع ينتظر اليوم الموقف الحكومي وما ستفرضه السلطات العراقية من خطوات رادعة للجانب التركي ومحاولاته في التمدد وكذلك سياسته العنجهية باستباحة السيادة العراقية مرات ومرات من العاصمة العراقية بغداد بدر الركابي اليوم